السعادة السعيدة المشاهدة بإذن الله أهلا وسهلا بالصراحة أنا ما اتقلت فيها بابليك مثلا بتواصل معي صراحة أول مرحة قرار شجاع انك انت قرر ان انا استقيل من عملية مصدر دخلي مساسي واتخذ هذه الخطوة الحكومة لازم تبورت وضايا بس تقول لي انا دارس او خرج علوم سياسية خلاص توجيه او سياسي معرفة الناس الحالة عليك السفير عمله دقيق جدا مستهدف شير خضايا بلدي امن الطاقة بالذات مسؤولية المملكة العربية السعودية لانها قائدة في اوبا دول خليج دول استراتيجية بالنسبة لامريكا وبريطانيا ممكن نكون اخوة في الاخير احنا نتكلم نفس اللغة نعبد نفس الرب حتى لو اختلفنا في المداهل والريديان ثورة تصديرها من باب اشغال الناس من الداخل واشعالهم ثم نركوب الموجة ثم نطاحت العقوب على فكرة كل الضربات اغلبها وصارت وضررت تراها كانت مشاريع سعودية في بلد سياحة ولاقي واحد تمر من جنب مع بازوكا مثلا من اللي رجع للبناء؟ من اللي رجع للعراء؟ انا اقول لي في ناس استغلت التفرق الديني والمذهبي لخلق هذه الصراعات بين الدول حرب علامية حرب استخبارات يزول اما كانت في الرب العربي كلها مصابيك ما صار في مواجهة احنا دائما نتخذ القارات الغلط بناء على المعلومات الخاطئة اللي تجينا هوس المتابعة المشكلة عندنا في هوس متابعة الديات الكبيرة او الله الناس ترى تقولك نفسي نفسي تمثث من خلال هذا التضخم يكون عندك ستبار طويل مدى يا انا يكون مضالب يومي فكرت انك انت خلاص وقنات هج ما اقدركم اهلا وسهلا اهلا وسهلا منورنا حبيبي النور لي والشرف السعادة السفير الله يسلم ان شاء الله بالعكس انا سعيد اليوم باللقاء معك اهلا وسهلا منورنا كيف دبي معك؟ جميلة كعادتها متألقة دبي دائما انت جينا؟ يعني كويت افتن من فترة فترة لازم يكون لنا تواجد في دبي نستفيد ونفيت ونشوف جمال دبي ايضا تغيرت كثير تغيرت كثير والقادم اجمل وامره بشكل عام هي ام الفرص ام الفرص نعم ام الحضارة كمان طبعا العمل اللي صار في الامارات وفي دبي ايضا يعني عمل جبار يعني لو نقيس السنوات يعني نقدر نقول فعلا دبي هي حاضنة لأعمال كثير ابتدت مزيرو واصبحت الان مثل الشجرة المثمرة والان شيوخ الامارات الله يحفظهم يلسين يقطفون ثمارها ولا زالوا يزرعون يعني هذه ميزة ايضا تضاف هنا للامارات هل تتوقع الامارات هي اللي بدأت النهضة الحضارية في الخليج او في الوطن العربي بصفة عامة انا شوف تاريخيا احنا في الخليج عندنا الكويت كانت يعني من اكثر الدول حضارة وتقدم واساس الناس كانوا يشتغلون دائما يروحون نسوم بزنس دائما يقولك اروح اشتغل الكويت او اشتغل عند او مع الحكومة الكويتية كويت كانت حاضنة لهالامور طبعا التغييرات الجيوسياسية والاجواء وهكذا اثر طبعا بالتالي على الاقتصاد وعلى تقدم دولة الكويت شوية اتت الامارات بالثورة الجديدة التي نسميها في الاقتصاد واشعلت المنافسة حتى رأينا بعد ذلك دولة قطر وكثير من الامور المملكة العربية السعودية تقود ايضا جانب مهم وتبتكر وعندنا طبعا ممكن حنتحدث فيه بشكل كبير نيوم ففيه امور كثيرة لكن اجابة على سؤالك الامارات فعلا هي من اشعلت المنافسة لكن اذا كنا متكلم تاريخيا من البدايات طبعا الكويت لا نستطيع ان نتجاوز هذا التاريخ الكبير في الكويت فالامارات يعني زي ما نقدر نقول نختصرها انها اشعلت المنافسة واشعلت الحماس بالضبط وبعدها فيه فرق بين منافسة الصحية ومنافسة غير صحية طبعا حلو ما تكون فيه منافسة صحية والكل تنافس تنافس الصحية في الاخير فيه اتحاد صح وهذا الميزنا احنا في الدول الخليج التنافس الام بالذات في الام هذا تشوف فيه تنمية في البحرية مثلا في قاطر آن كويت ايضا عمان فالدول الخليج تتنافس بما بينها موضوع انه نحفز بعض نقود عمل يعني نكمل بعض فيه الشي اللي ناقصني انا او احتياج عندي في الدولة الالف دولة باتغطيه هكذا مو مثل بعض الاماكن في العالم مثلا تجد المنافسة على حساب الدول واحنا الان شوف اساسا الان المنافسة الصينية مثلا في الاقتصاد عملية اكل حصة على حساب حصة اخرى ولدولة ما مش تكاملي تنافسي بشكل قد يعود بالسلب على العالم لكن في الخليج لا اجواء اشعلوا الحماس اجواء مكملة لبعضها اقتصادات قوية اصبحنا الان نرى قمة اول 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 هننقول الجي سي سي يقود عملية اقتصادية مشاركة مع اوروبا ككتلة وهذا ميزة ميزتنا احنا يعني فكل دولة لها ميزة او هكذا يعني برجع للنقطة اللي ذكرت عن الكويت اش برأيك سبب انه كويت خسرت هذيك الميزة انه كانت هي الهب او المركز الاساسي او الدولة الاساسية للعالم كلها تروح حرب الخليج مثلا او بلا شك يعني حرب الخليج اكيد طبعا واحدة منه او صار فيه مشكلة كبيرة في دوتا كويت غزو العراق اللي صار في الكويت عام التسعين عطل كثير من الامور فيه تشريعات حتى عطلت اساسا صار الحكومة جل اهتمامها في اعادة البناء يعني اساسا يوم صار الغزو الكويتي او الغزو العراق للكويت هدم كثير من ببنى التحتية احرق الابار اساسا الميزانية كانت تعاني الكويتية فبالتالي صعب يعني اذا جئنا نتكلم عن تقدم دولة او خطط تنمية او خطط خمسية او عشرية هي تقوم بالاساس على الفاندينج والاشياء هذه المرتبة خصوصا في مواضيع احنا في ذاك الوقت نعتمد على البترول خمسة تسعيف المئة موزين الان هذا بعد حقودنا للموضوع مرة مهم لكن في ذاك الوقت اكيد لما يكون اعتمادك على البترول خمسة تسعيف المئة ميزانيتك وهذا المورد المهم اللي هو البترول انضرب او صار له حرق في تلك الفترة اكيد ما رح تكون خططك بتلك الكفاءة ولا حتى اصلاحات الاقتصادية تكون بتلك الكفاءة اللي تخليني انفذ مشاريع مهمة بونا تحتية العملية اللي صارت اللي خلت الكويت شوية تصور يعني مش متراجعة ولكن يعني مجمدة في هذا العملية عملية التطوير مشكلة الميزانية مشكلة انه البنية التحتية جلس تعيدها يعني جلسين فقط يبنون اللي كانوا عندهم كمكتسبات مو قدر يحقون في شيء في الخطوة في الامار فقط يعني عادة اعمار مو بس الكويت ازمة الخليج في تلك الفترة اثرت على السعولية بعد اثرت على الدول الخليج بشكل عام الاجواء اللي كانت تلك الفترة كانت اجواء يعني فعلا تحتاج دعم تحتاج تكاتف فكل دولة دفعت وبجنودها في هذه الحرب وتكلفة الحرب كبيرة ليست سهلة ايضا هذا اخذ من الفاتورة بالنسبة لميزانية الدول لكن هذا دائما نقول حين وقفتنا الكويت وحبنا الكويت كانت تطلب التضحي بعض الامور ان شاء الله التضحي ما راحت لي ناس يعني او دولة ما هي يعني هي دولة اخت لنا وجارة مهمة ونفس الحكاية نفس التبادل عند الاخوة في الكويت وايضا الكويتين شطار جدا في الاستثمارات خارج الكويت وعندهم اكبر صندوق سياد يعني موسهل صندوق سياد الكويت ولازال قوي فهذا بشكل عام عن الكويت ما شاء الله سعادت السفير يعني خدتنا في عمق في الحوار في اول دقيقة يعني انا كنت حابة سوي انتم حتى ممكن اعرف الجمهور اللي جايزة تابع الحلقة الان عنك اكثر والناس ستعرف عنك اكثر طبعا اللي مو عارف استاذ عزام كان معايا في نفس الجامعة كينغسون في لندن ومن خيرة الشباب العربي والسعودي طبعا كيف كانت رحلة الجامعة والغربة؟ بالصراحة انا ما اتكلمت فيها يعني او في تواصل الاجتماعي اشتراحة اول مرة حذكرها في جزء بسيط منها معك رحلة طبعا ليس كانت محفوفة بالورد كالعادة كعادتي الشخص يعني يبني لنفسه خريطة او خطة للمستقبل كانت بداية شوية انا كنت عمل في العمل الحكومي في جهة حكومية كنت تشرب العمل فيها في قطاع عسكري اخذت اربع او خمس سنوات من هذا القطاع ما ياخذ اي شخص في بداياتي لكن في النهاية الطموح هو اللي يجلس كل يوم يقومك من النوم يقولك اصحى ترى في شي جديد في مكانك في المكان الاخر يعني الحلم اللي انت تفكر فيه با استقلت من هذه الجهة وكمل دراسة في بريطانيا كان عندي حلم ادرس العلوم السياسي والعلاقات الدولية الحمد لله طبعا درست اللغة وكانت متعبة لي طولت شوية بحكم اني ما عارف ولا شيء في البداية بعدين اخذت تخصص دبل ميجر في العلوم السياسي والعلاقات الدولية من جامل كينكسون وتشرفت في التزامل معك بعد زميل قدير وهذه فعلا يعني فرصة اليوم حتى يوم اني اسولف امامك كل ما اشوفك مثل تذكر ذكرات جميلة ذكرات الجامعة اكيد اني طبعا حتى الناس كلهم يعرفون هذا الشيء ان ذكرات الجامعة هي افضل مرحلة في حياة الانسان خلصت البكالوريس وايضا خلت الماجسية الحمد لله في العلاقات الدولية والحمد لله قدرت اني يعني اللي كنت افكر فيه على قل حققت منه لو خلنا نقول عشرة بالمية صعب اقول لك يعني اكثر من كذا لا بس يعني قرار شجاع انك انت تقرر ان استقيل من عملي مصدر دخلي الاساسي صحي واتخذ هذه الخطوة كيف كان القرار والله شوف انا اقول اول شيء ما كان عندي المبلغ اللي انا ادفع تكاليفي في السفر والتنقل من السعودية البريطانية بعت سيارتي خد سيارتي وراحت للمعارض وبعتها بالقيمة التي تستحقها ان شاء الله والله يبارك الصاحبة في ذلك الوقت دعيت له ودعا لي بالبركة كنت اتذكر هذا اليوم حتى هو رجعني للبيت بعدها فكرت اشي يسوي به الفلوس كيف اصرفها لندن غالية لا تتعرف وفي ذاك الوقت كان الجنيه هسترلين تقريبا 2012 او 2013 كان يمكن ثمانية يعني الجنيه واحد ثمانية او سبعة وخمسة اي سبعة حوالي سبعة كان الرقم كبير جدا فعمليتنا كفاءة الصرف عشان تصرف على نفسك كفاءة كل مبلغ تدفع يكون في مكانه والفلوس محدودة على اقل ما تحصل على البعثة الكاملة اللي في ملحق على حساب الدولة حساب الدولة متل تحقت اي سنة تقريبا 2014 2014 هذي تقريبا ايام الملك عبدالله الله يرحمه ايام الملك عبدالله برنامج خادم حرمين الشريفين لابتعاث خارجي وطبعا في تلك الفترة كانت صعوبة صعب انك تبتعث في لندن كان يعني فيه تكدس فيه مشكلة فيه لكن امريكا عادي في الدول الثانية كان هذا ايضا تحدي ليه والتحدي الاخر صعوبة التخصص ذاك الوقت طبعا ايما كنت اقول لهم بدرس علوم السياسية ولا قد اقول لي لا 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 هذا تخصص فيه قراءات كثيرة وحتشيل كتب اكثر من يعني البلوكات للبناء قلت اوكي الفكرة حلوة الكونسبت هذا حلو هي بلوك فعلا بس بلوك معلومات ومش بلوك حقيقي متعب اذا عرفت استخدمه اذا دخلت المجال يتحب كان ينصرحون يدخل اي تي وانا كنت مبالغ في ذاك الوقت صيغة المبالغ يعني قلت انا علاقتي بالكمبيوتر هي فصل السلك انا ما عرف اطف في الكمبيوتر افصل السلك خلاص هو طف عني يعني كناية عن اني انا ما عندي خبرة في المجال هذا خصوصا ذاك الوقت مثلا السايبر سيكوريتي الان مهم ما كان ذاك الوقت يعني معروف زيلار مثلا ولو اني فكرت ورجعت شوية كنت افكر شي سايبر سيكوريتي سياسي مثلا افكار كثيرة تشعل كثير من الطرق في راسك يعني تتوجه لها هذا بشكل عام كان التحدي لما طبعا زي ما قلت لك دخلت وما كان في ممكن فرص عملية زي الان طبعا احنا في ازدهار بالعمل السوق العمل مهمة الاول الحكومة حكومة مامة العربية السعودية بقيادة السيدي خادم الحرمين الملك سلمان ومتابعة مباشرة من ولي العهد وخطة 20-30 طموحة جدا جعلت الان اجواء السوق العمل السعودي مختلفة تماما الحكومة يعني احنا اقولك بشكل مبسط جدا الحكومة لازم توفر وظايف لان اذا انا ادخل اوظف الوظائف اوفر الوظائف كلها معناته انا حاستخدم الميزانية اساسا في امور مفروض ما تكون فيها يعني اخلق ولا اوظف مثلا مباشرة اخلق عمل افتح السوق اجيب الاستثمارات الكبيرة اخلي السوق من نفسه يدعم نفسه يكبر ويوظف ويصرف طبعا رقم السوقي اي شركة تدخل مثلا شركات مثل امازون التوظيف يكون اكبر الدعم اكبر وايضا الدولة تستفيد ان الشباب السعودي ياخذ خبرة عملية في شركة عالمية افضل بكثير عمل حكومة ونتائجه جميلة واحدة من الوزارات طبعا وزاراتنا كلها نفخر فيها قوية لكن وزارة الصحة بارزت في كورونا كثير بل اخذت جائزها من افضل جواز العالم او تميزت وعندها برامج والفجأة يعني الحكومة كلها اصبحت سرعة في اتخاذ القرارات موظفين تغيروا صاروا ميكس من الغطاع العام والغطاع الخاص فصار عندنا كفاءة ايضا في العمل ما فيه هدر الوقت المعاملات تنجز في وقتها هل لسا احنا في البداية نعتبر احنا نتكلم عن 20-30 ما قلنا ان شاء الله فترة بسيطة ان شاء الله انا ما اعتبرها طويلة واحنا بدنا نحقق اشياء قبل لا نوصلها وراح نشوفها يعني في السنة القادمة ان شاء الله يعني لنا عام 2015 بالضبط معالم هذه الرؤية داخلة فينا ومخلص يعني سنشوفها في كل شارع وفي كل حارة وفي كل بيت موجودة ومستفيدين منها هذا بالنسبة لي يعني السوق العامل ومتكلم حنا خيارات اول لما نجدنا ندرس خصوصا في الامر يعني حتى في البحتوى الان سياسيين كان اول يعني يطلع مثلا في وزارة خارجية طبعا اي واحد يدرس سياسة غالبيتهم يعني يحب ان يشتغل في وزارة خارجية طبعا عمل وشرف كبير الانسان يعمل فيه بس مو هذا المجال الوحيد حكومة تقولك فيه مجالات اخرى حتى في القطاع الخاص فاي شركة هذا كان الجانب مغفل بس تقولي انا دارس او خرجي الام سياسية خلص توجيه او سياسة يا انه يقفل باب وجهك او انه مالك يعني مزارة الخارجية مشاركة في مؤتمر اليوم المهنة فجيتم اقدم عليهم فقالوا لي والله احنا يعني فيه بروسس معين يعني انهم قلت له انا كان فيه بوثات كثير المعارض من كل وزارة من كل جامعة من كل شركة فقلت له انا ما اقدر اذهب لاني انا مثل اليتيم قالوا ليش قلت له انا انا خرج علم سياسية وعلاقات دولية ما احد يوظفني هذي كانت فكرتي طبعا زي اليتيم اللي عنده لا مام ولا بابا فانا ماما وبابا الوزارة الخارجية هو المجال الوحيدة والحق اللي اقدر اشتغل فيه هذا كان تصوري لكن لا يعني ما هو صحيح الان تقدر تشتغل في اي شيء في شيء مهم ايضا في السوق العمل حتى المهارة يعني انتم ممكن تكون سياسي باستعرف تكتب محتوى هذي مهارة اليوم مطلوبة تعرف تتكلم قدام الناس مهارة كيف ترجم مهارة يعني عدة عوامل لو نلاحظ فيها خريج علوم السياسية مو بس يشتغل في وزارة الخارجية لا وهذا ينطبق على كل تخصات فهذا باختصانة من طبعا ترى اذا سولا وقفني انني اتشعب لا لا اكثر مستمتع صراحة مستمتع لا فعلا وفيه كمان يعني زمان كنا نلاحظ تدمر من الشباب وممكن حاليا وما فيه وظايف بس الان انت كما تفضلت انه الدولة لما فيه مؤسسات جديدة تخلق فرص عمل جديدة مثل حيات الترفيه حيات الرياضة فيه مجالات كثير فالواحد يقدر يحصل وهم شيء النقطة اللي اتمنى الكل اللي انا يشاهد تعلم منها انه نمي مهاراتك ما انا اجلس وحاط رجل على رجل وما فيه شغل لا حبيبي نمي مهاراتك تعلم الترجمة تعلم صناعة المحتوى تعلم اي شيء فيه مهارات كثيرة في العالم ممكن تنمي نفسك من خلاله ممكن تحصل ادخل اضافي منها كفريلانسنج او اي شيء ثاني ابغرجة لنقطة اختيارك للتخصص قلت ان الناس قولك اي تي بس انت بعدين اخترتوا علومة السياسية هل انت دائما كان عندك الطموحة او الحلم انك انت يعني تكمل في هذا المجال وتوصل لما انت الي الان ما شاء الله انا بالنسبة لي من وانا صغير كانوا اطفال يجلسون تابعون مثل انت مجيري اشياء في الوقت اللي يكونوا فاضي فيها او شيء انا لا انا وقت نفسي على الساعة ثلاثة تسعة والساعة اطناعش على نشرة الاخبار السعودية ثلاثة ستة تسعة اطناعش على وقت ايام وانا صغير يعني اعرفها اجلس تمام اجلس اشوف وحتى ترى استقبل ودع الناس على فكرة يقول استقبل ودع يحتاج لها انضباطية ويحتاج لها طبعا يعني انا صغير كنت اعرف اغلبية الوزراء في ذاك الوقت الوزير الفلاني فالناس بعض الهاتف تعجب كيف عرفتهم لان ممارسة ديمومة الملاحظة تربي عندك شيء كثيرة ايضا معرفة الناس حتى يطلعوا يتكلمون تعرف هذا مين هذا ايش خلفية معرفة الناس لحال العلم على فكرة انا يعني يوم اقول لما اجلس مع رحان مع شباب ما يعرفون كثير يعني ما يتعرفون او ما يعرفون فلان هذا مين اقول مو مشكلة اللي ما تعرف مو مشكلة لكن اذا استمرت ما تعرف هي المشكلة فلما تبسط امر مثلا زي ما قلت لك استقبل ودع الناس كده تقول لي والله اتابع الاخبار استقبل ودع لا استقبل ودع مهمة حلو يطلع اذا انت عندك شغف مثلا في السياسة او في الدبلوماسية وغيره كثير من الامور يعني كنا ما نعرف البشت مثلا اليوم الاثنين يلبس كذا بروتوكول الرئيس وين الضيف في ايج جهة يقف السيارات الرسمية لما تكون الاعلام يمين ويسار ايش معنى العلم اليمين والعلم اليسار لون الكرفتا اللي يلبسها الضيف لها معنى ودليل امور كثيرة جدا فليه يتابع كثير ويقرى كثير يستمتع اذا طبعا يحب التوصل هذا الا اكثر الاقل عشان كذا انا صار عندي خرجت فكرة وش هال الكلام اللي احنا نتابع لهي والاخبار طب هذا ممكن يكون مجال اعلام مثلا لكن في شي ثاني انا مش مهتم بالاعلام لاني ما تابع كل لبس تابع بقرة الاخبار السياسية مثلا اتفاقية معينة سواء ما حدث كان في تلك فترة الانتفاضة الفلسطينية هذه بعد اشعلت محمد الدر اشعلت فيني بعض الافكار اللي افكر احنا سياسيا وين موقعنا ليه كلام كثير في السياسة الناس تخاف من طبعا وما يحبوا يخشون نقاش هات السياسية ورغم انه كلام بسيط عادي انا مع انك انت تعرف السياسة لابد تعرف وين مكانت دولتك منهم عداء دولتك هذا امر اساسي غير كذا ما يحتاج لابد تعرف شيء معين لابد تعرف شيء معين لابد يكون عندك رؤوس اقلام على اقل يعني كثير في المحتويات مثلا تكلمون في عدة يعني عدة مواضيع اولها مثلا فلسطين ومشكلة فلسطيني وعانينا كثير وحنا صغار بصار فيه زخم سياسي بس ما نعرف كنت اسمع عن اتفاقية كام ديفيد وكيف انوار السادات انوار الفعل بالسياسي يدلس يلعب شوية الناس اللي هنا في امريكا ليش يسوي كذا وليش وصل كذا عبد الناصر ملك فيصل وقف العالم على رجل يعني كثير امور تبتعرفها تبتعرف التفاصيل حلو انك انت تشارك في المطبخ هذا بس مو باي حد لازم يكون يعني شخصية معينة كرزمة معينة يفهم ايش اللي وضع امور كثيرة فخرجت طبعا بعد الاسئلة دي كلها عن القضايا اللي قلت لها وشرف لك اياها اللي حصلت في المملكة ودول العالم وشكل والاخبار اللي تنقلها صار عندي لازم انا اشوف السياسي فصرت اقرأ كتب اخذ كتب اتصفحها اقرأ اتفاقية كام ديفيد مثلا هالتفاقيات ليت اقرأ في المحيط ليت اثم محيطنا صرت اعرف بعدين نفتح الاخبار بكل سهولة والله احنا نطالب باتفاقية كام ديفيد مصر طالب بعض يعني كان لها مساعدات يجي من امريكا مثلا والله حسب التفاقية كام ديفيد احنا نفاهم هذا الشي وصرت مستمتع تخيل كل هذا الزخم وكل هالمعلومات عملت في قطاع حكومي عسكري لا من قريب ولا من بعيد بس كنت متواصل الفكر مع هذا ابي ادخل فحاولت ادخل انتساب في جامعة الملك عبد العزيز والملك سعود بعد الملك عبد العزيز لكن برضه فصرت اقرأ طح في يدي كتاب معالي السفير هذا كتاب موجود عندي للمرحوم رحمة الله الوزير والسفير غازق الصيبي تكلم عن لندن وعن سفير الكوت يعني رواية جميلة وكانت معالي السفير اسمها فشدتني لندن فشدني اكثر غازق صيب رحمة الله عليه في كتاب الجميل وصفه لندن ووصف الحياة هناك والسفير وكيف السياسة وكذا طبعا حياة السفير في المجمل لا تعتقد انها فقط صورة وبروتوكول جميل لكنها فيها امور كثير تفاصيل و اكشن فعليا يعني نفسنا اليوم نرى فيلم عن السفير في هوليوود يمثل صح لان السفير عمله دقيق جدا مستهدف عمل حساس لانه مثل الاشياء قضايا بلده قضايا شائكة وكثير من القصص للسفر يعني رويت بس لم تمثل ليش؟ لانها فيها كثير اكشن فيها كثير امور متطورة وطبعا جهات تضغط على جهات فهو السفير مخرط دائما في مفاوضاته شخص مشغول فعلا فشاد من الكلام قررت اني انا اجرب التجربة الجميلة اروح لندن واقتحم صعبة بالنسبة لي كانت صعبة انك تدخل علوم سياسي وبالانجليزي مصيبة قلت لها لازم اقتحمها واليوم اللي كنت فيه في القطاع العسكري هذا اللي انا افخر في هذا الكيان لليوم اقول خلاص مرحلة جميلة طويناها اربع سنوات كفاية الان لازم اخش ميدان ثاني رغم ان الحياة اللي عشتها في الاربع سنوات في القطاع العسكري كان صعبة ومو سهلة وعني جت ايام تعبنا فيها جدا وفي لندن اول اسبوعين كنت انام وابكي من الغربة يعني كانت متعبة وانت اكيد طبعا مرة يتقال لهم السك والاشياء هذي لكن بعد الاسبوعين هذي انقلبت الامور رأسا على العقل طبعا انا النساء في حياتي هم اللي دعموني الدعم الكامل يعني دائما معايا شخصيا اعتبرها سياسي في حياتي والدتي الله يحفظهم جميعا وانا وجيهم تحية ان شاء الله فهم دعموني في كل شيء وفي كل امر دعنا نقول انا سعيت فيه كانوا عندهم ايمان كامل طبعا ابويه شخصية عظيمة جدا بس انه شخصية ساهل ممتنع يدعمك بس بعد ما يشوف انت قابل لهذا الشيء فعلا تنفذ يعني كان فيه شخوق شوية تعرف الرجل صارم بعض الحيات لكن النساء عندهم حلم ان هذا الولد يصير شيء حلم انه يكون مثلا اللي يبغاه انا في البيت كنت اقلد خطب سياسية مثلا كنت اقلد انور السادات كنت دائما امشي في الصالة بيتنا واتكلم خطبة سياسية عصماء كده لما راح تدرسي بريطانيا قلت شيرتشيل رئيس وزراء بريطانيا شيرتشيل؟ نعم نفس اللكنة وكنت وقتها معرفة انجليزي اللغة لسه ما قلصتها ندتني بدرسة وقالتلي تعال انا سمعتك في الغرفة الثانية تكلد شيرتشيل قلت كيف عرفت؟ كيف عرفت يعني قالت من اللكنة اللي قولها فيها تلحينة حقات هذه الكلمة قالها في الحرب العالمية الثانية بعدها تشيرتشيل ليش بالنسبة لي لان تشيرتشيل اختير في وقت حساس حبوا يلبسوه حكومة في وقت الحرب العالمية الثانية وهتلر جاس يحتل نص العالم في أوروبا فتشيرتشيل يعني قصة عجيبة لكل الناس اللي حابة تتداول او حابة تتعلم عن الأسواق المالية طبعا شركة تحسين عملت كورس او مدرسة تعليمية تشرح لكم كل شي من ألف الياه والشي مدقق ومفصل بالملي فإذا حابة تستفيد من هذه المدرسة التعليمية وتحصل على نسختك الأولى للمراحل الدراسية استخدم الكود كود الخصم رح تحصل على 10% بخلال مشاهداتك لهذا البودكاست كورس صراحة لو تلف العالم كله ما رح تحصله أول شيء كمية المعلومات الهائلة الموجودة فيه الشي الثاني القيمة المالية المعقولة الشي الأهم انه فعلا محتوى تعليمي ممتع يعني انت بتقرأ بتتعلم انت بتقرأ انت بتقرأ انت بتقرأ لأن المعلومات جدا مفيدة غير انها مفيدة طريقة الشرح جدا ممتعة ومثيرة لاهتمام ترى التقرأ في البايو او في الكابشن وايضا التقرأ بالتوفيق للجميع نرجع طبعا القصة تشعروا وهو من أعظم ومثيرة من المعلومات التي مروا على اليوكا فكنت انت تقلد شخصية تقلد خطاباته تقلد خطاباته أنا طبعا حجما أنا ممكن نتشارك بعض في الوزن مثلا بس هو أسمع مني لكن يعني زي ما قلت انت أقلد خطاباته فقط في مجالي بس أتعلم اللغة أنا كنت وقتها كانت أحد يعني بعدين طبعا تشيرتشيل بحثت عنه كثير وصادة في ذاك الوقت لما دشنت بريطانيا العملة خمسة جنيه بصورة تشيرتشيل فكان تشيرتشيل غريب يطلع لي كل مكان كان هو أول العملة الأخيرة يعني كان ممكن أول رئيس وزراء عملة صورة بريطانيا طبعا تشيرتشيل تشيرتشيل هو حالة أو ظاهرة كانت صوتية كانت بي بي سي تردت له خطابات المهمة جدا اللي رافع معنويات الجنود في الحرب تحت الـ 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 عند الـ هذا كان فيه إدارة أو غرفة تحت اسمها إدارة الحرب موجودة أساس أن يدرون الناس يعني يزورونها في أوقات الزيارة يشوفون كيف كان تشيرتشيل يدير الحرب من هذه الغرفة طبعا هو يعني ساهم كثير في الحرب العالمية وأيضا للناس اللي ما تعرف تشيرتشيل كمان تساهم في حماية الملك قبل الملكة من الشيوعين واوا إلى آخرة وهو اللي طبعا ترى فكرة في أصل الـ الهند و باكستان 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 بطيك بس هذي شورت صغير الهند بشكل عام كانت كبيرة طبعا هي خلفية حكامة كانوا اسلامية دولة اسلامية قبل لا يطلع أو قبل بريطانيا كانت محتلة الهند في ذلك الوقت كان تشيرتشيل معاه اللورد مان باءن على أقوة البريطانية اللورد مان باءن هذا اللي أشرف على تربية الـ بريطانيا الحالي هذا اللورد مع تشيرتشيل خرجوا من الهند لما خرجت بريطانيا من استعمار تبعها في الهند كان في فكرة أنشأوا أحمد نجاح ومجموعة الـ المفصالين في باكستان وباكستان كاسم كان يسمونها معناتهم باكستان كلمة باكستان باكستان معنات الأرض البكر الأرض الجديدة الأرض اللي يعني إحنا هنزرعها كدولة باكستانية جديدة أو أرض بكر جديدة بعدها فصلت باكستان عن الهند وصارت الملحمة فبريطانيا ما خرجت إلا بعد تشيرتشيل موسهل فهذه الأمور كان لما نروح طبعا في قصة تشيرتشيل ملك عبد العزيز وكان دكاء منك عبد العزيز طبعا كيف أنه أخذ غناء من الحرب العالمية الثانية وهو ما شارك فيها قال تشيرتشيل قال طبعا لما نجلسوا على السفينة أو أظن في الفيون في مصر قال له دولة الرئيس إحنا ما أخذنا غنام أنتم فستو كحلفاء في الحرب العالمية الثانية بس إحنا ما أخذنا غنام زيكم فرئيس الوزراء البريطانيا تشيرتشا ذاك الوقت قال له ما عندي علم منكم شاركت القوات السعودية في الحرب العالمية الثانية ما شاركتو قال له لا شاركنا بس إنتم أنتم لاحظوا قال له إحنا في البحر الأحمر ما سكينو لو فكنا البحر الأحمر في مصر كان التحمة القوات اليابانية مع القوات الإيطالية الفاشية الموسيليني وجماعة هتلر كان التحمة وعجبها واحدة وقطعوا الإمداد البريطاني والأمريكا بشكل عام لأن أمريكا كانت تحارفة في اليابان وعندها مشكلة في اليابان في تلك الفترة فكان استخدم مقبضة ذكاءة لأنه إحنا عندنا سيادة على البحر الأحمر كان بإمكان نعطي نبيع مثلا منتجات نجيب اليابانيين يلا خذهم مثلا أي أفكار كثيرة ذلك الوقت يعني الميك عبدعزيز أعطى إشارة لتشيرشيل أهمية المملكة العربية السعودية من هذه بدأ أو تشيرشيل أعطى وعد الميك عبدعزيز أنه إيش اللي تبعونه من تسليع إحنا رح نطور هذا الجيش كان هذا هو أهم كيف يطور جيش قوي ومحط طبعا بما أننا ننسأل في السياسة لا أنه كيف يبني دولة قوية بجيش طبعا جيش قوي طبعا الميك عبد يزيد رحلة الكفاح طويلة فما هم بمعدات متطورة وحد دولة كبيرة مترامية الأطراف سنتر العالم قبلية قبلية فيها موارد بعد ذلك قوية وعلى فكرة إضاحة جميلة هنا للناس يقلون من دور المملكة العربية السعودية كثير لكن أنا أقول المملكة العربية السعودية قوتها أساسا ت تريد عرف قوتها صحيح وفذلك من حرب العالمية الثانية وكان يأخذ رأي المملكة كان أبدال. لو يرسل رسائل EP وأرسلت رسائل للدول الكبار وكانت علاقاتها مع روسيا كانت المملكة العربية السعودية بعد التوحيد المملكة يأخذ رأيها دولة محمجية قوية يعني لها وزن فما بالك اليوم نحن نتكلم في عشرين اثنين وعشرين هل تتوقع هذا الوزن يعني ما هو يعني بالارث هذا اللي نحن نتكلم ما هو متجدد وقوي الا متجدد وقوي واثطل من اول بكثير لكن مرن ومهم ومحافظة على هويته اختلاف هذا طبعا في ناس مرن من اي ناحية مرونة الدولة الان تتبع المصالح المصالح الاستراتيجية بشكل مرن احنا نبغى مثلا من دولة يعني نتفق مع دولة خلنا نقول مثلا بيننا بين روسيا مشكلة في ملف خلنا نقول سوريا مثلا احنا ومع الروس نقدر نتفاهم في نقاط كثيرة جدا في بعض الدول ما تكتفاهم محا لانها عندها مشروع واحد وهمي مو عن الارض نتعين كونكريت على ما يقولوا ويبغاني ان لا اؤمن فيه انا مقدر تفاهم معك مصالح اساس ما تقول كذا فانا ممكن اشوف يعني ما عطيك مثال احنا ما عاش خلنا نكون دقيقين افضل بعد تحالف اوبك بلس هذا التعالف واحد من الاشياء اللي يريك ان السعودية تتفاهم مع روسيا نفس هذا الامر صار مع الصين ونفسه مع الامريكان رغم من الاختلاف الثلاثة الا ان المملكة العربية السعودية سوت الديل مع الجميع ما عندها مشكلة المملكة العربية السعودية مرنة هذا هي مرونتها مرونتها ان مع الجميع وهذه ميزة اليوم احنا نتكلم تتزامن هذا اللقاء انا نتزامن مع وصول وليل الاهد قبل ساعات فرنسا ولقاء ماكرو ونحن نتكلم في منطقة اغلي وروسيا في عمليات خاصة في اوكرانيا وامر كثيرة جدا فطبعا تشعب لنا هل تتوقع حرب اوكرانيا وروسيا قربت زي ما ذكرت انت يعني المملكة العربية السعودية اختلفت مع روسيا بخصوص حرب سوريا اعطيت مثال ايه طبعا فهل تتوقع الان الحرب الاوكرانية وطبعا التحديات اللي واجهت روسيا بعد الحرب والازمات المالية الكبيرة الان روسيا ما يعني اوكي هي دولة قوية وبقيادة قوية بلا شك بس طبعا قطعت علاقاتها مع اوروبا مع امريكا فهل الان هذه الحرب قربت وجهات النظر مع السعودية وروسيا بالنسبة للمملكة العربية السعودية موقفها واحد وثابت ودول قليج ايضا انه احنا لا ناقة لنا او جمل في هذا الموضوع بشكل خاص ولكن موضوع اوكرانيا اثر على السلام دات في العالم والامن الغذاء ونحن نجز امنا هذا طبيعي لكن تكلم عن شيء ذهاني مثلا مثلا يعني موضوع انه الناتو وهذا معنا علاقة فيه احنا لا يوجد لنا لا ناقة ولا جمل في هذا الامر تعاوننا مع الروس والروس فاهمين هذا الشيء انه تعاوننا معهم مثلا في الطاقة العالمية يأسس المشكلة اوكرانيا غير الامن الغذائي امن الطاقة الان اسعار القازولين او الجالون البترول في امريكا في ارتفاع نعم نزل الان شوي لكن اشعل او اشعل بشكل كبير دراماتيكي بعد الحرب هذا يقرب وجهة النظر مع السعودية طبعا الروس مستفيدين من كل ما زادت الاسعار كل ما زادت ميزانيتهم طبعا سلاح ذو حدين ليس جيد بالمرة وليس سيئ بالمرة نحن نتكلم يعني يأخذ من هنا ويأخذ من هناك الروس يجدون نقاط اتفاق مع السعودية والسعودية ترى في الايطار اللي حددت لك اللي هو العالمي الامن الغذائي والامن الطاقة امن الطاقة بالذات مسؤولية المملكة العربية السعودية لانها قائدة في اوبك وهي اللي يعني عندها نصيب الاسد في هذا وتتكلم مع كبار اوبك وتمثل مصلحتها ومصلحة زميلاتها في هذا التعاون او مجلس اوبك بما يعني يعطي النفع لكل دولة فقط هي قيادة ومصالح وبعدها شفنا رئيس بوريس جونسون رئيس الوزراء في بريطانيا زار الخليج بايدن مؤخرا هذه الزيارات طبعا منذ فترة منتصف حتى كورونا لقات طبعا في لقات سبق بوريس جونسون تريزي مي احبا حبا تسوي شراكة مع دول خليج مجتمع وحضرت القمة أيضا قمة خليجية في البحرين بعد ذلك احدث يعني صارت اسخن خرجت ريزي مي جابوريس جونسون خروي ايضا بريطانيا طبعا منتحاد اوروبي البريطانيين عندهم هاجس الهاجس انه احنا حنخرج منتحاد الاوروبي لكن ابغا ديل او ابغا عقود وشركات تعادل لاتحاد الاوروبي تمام؟ متدعم الاقتصاد طبعا تكتل جي سي سي مهم جدا لبريطانيا منذ القدم يعني دول خليج دول استراتيجية بالنسبة لامريكا وبريطانيا مهما يعني مهما كان او مهما مهما يكن الجالس في البيت الابيض الا انه سوف يرى في جنابات هذا البيت الابيض السعودية ليش؟ لان الممكة عرب السعودية مخرطة في كل شيء تعالف قديم وليس جديد ثمانين عام فيها امور كبيرة حصلت طبع التاريخ كبير نستعرض ما رح يخلص ولكن ركيزة اساسية في امريكا انه الشراكة بين السعودية وامريكا هذه شراكة ماضية حتى في التسليح وغيره في رتوش بسيطة قد يختلف عليها السياسيين لكن لا تفسد في الرؤية طبعا السعودية عاصمة العالم الاسلامي طبعا وهي الاساس ممكن زي ما تقول في الميداليست والموقع الجيغرافي فما تقدر تستهين بمكانة السعودية عالميا سياسيا وايضا اقتصاديا سباقة المملكة في حاجتي حلوة هي سباقة مبادرة وايضا اللي عندهم يعني مثلا زي ما افغانستان وكذا صار في بعض المشاكل الكبيرة فيها وباكستان ايضا هم سباقين القدوم المملكة العربية السعودية لانهم يعلمون ان المملكة حليفة استراتيجية قوي ما لا بديل لانه عنده عقيدة عقيدة اني انا ساعدك عقيدة في مصلحة ما ننكلب على بعض بس مصلحتي انا مو مثل مصلحة بعض الدول في بعض الدول مصلحتها تعتبر استعمارية انا مصلحتي واشو نستفيد انا وانت بس انت تكون ايش معتمد على نفسك مصلحة سياسية هاتفة لازم شوف انا جلوسي معك الان مصلح طيب احنا متكلم بس المصالح تختلف انواع المصالح تختلف والانسان يختلف يتغيرون مع هالملفات هذه او المصالح هذه فخلنا نقول انا اليوم جلست معك مصلحة اوكي بس شيء منتفع لي ولك وانا اقول لك مشكور انك انت استضافني اليوم اوه مشكور لك خلنا نعطيه بهذا المثال بس هنا مصلحة اخرى في مكان اخر استغلال انا استغل الفلال او استغل كذا الدول نفسي هي ابيعطك مثال عندي مثال حلو جميل الصين وسريلانكا سريلانكا ضاقت حتى اصبح الرئيس معرض للخطر وهرب ليه؟ لان الصين قامت برنامج تطويري او خلنا نقول استثماري كبير جدا سلفت عقومة السريلانكية مليارات ولم تستطع سريلانكا تزديدها واصبحت مديونة وعموان صار فيه بشاكل داخلية هذا كله مصالح او اطار خلنا نسميه مصالح او مصالح الطرف يستغل طرف تمام؟ فشل السريلانكيين بانهم يقدرون يعني يصروا مع تمديع عن نفسهم لكن لو ناس سعرض مثل علاقة المملكة العربية السعودية وباكستان وبالذات موضوع برنامج تسليح مثلا او الجيش الباكستاني تطويره استفات الباكستانيين اليوم الجيش الباكستاني من اقوى جيوش العالم يدرب يطور يصنع يضرب يطيق يحمي البلاد ما جاء من باكستان حالي دعنا نكون واقعين باكستان استقلت ايضا المملكة وقفت معهم البداية من يوم استقلال باكستان الى اليوم الحالي كلها فيها فوائد كثيرة احنا ما راح نستفيد من باكستان اكثر من هم يستفيدون مننا طبعا بحكم ان احنا نستفيد منهم عسكريا تدريب تطوير عمو علاقات يعني الدول الثنائية لكن هذا هو باكستان ما طاحت احنا اليوم باكستان شارك دولي كبير في العالم مشكلة موارد احنا فهمينا طبعا ما راح احد يقدر يغطي هالموارد هذه بدولة الحالة ما تقدر حتى دول كبيرة اجزت لكن ان يكون في جيش واقف على حاله رغم المشاكل هذا يقودنا ايضا الى مثلا المشاكل في لبنان يقودنا مشاكل في العراق ترى مصر كان تنجرف الامر هذه بس زي ما قلت لك الجيش المصري خوي والدعم اللي يجيه من سواء من داخل مصر ومن خارج مصر او من داخل مصر والدول اللي يسوي عقود مع الجيش المصري في التسليح كلها مفيدة فكان الجيش مصري في فترة من فترات قوي جدا متماسك اكثر من قبل اكثر من ايام حتى ابن ناصر هذا جانب لكن حين نفتح الجراح في الوطن العربي نلقى مشكلة المصالح الغير متكافئة وانا هنا خلني اقول لك امثلت بسللانك والصين ممكن اتكرد لك حتى ايران مثلا وكذا ايران جاستد عن مثلا في اشياء مستغلة الارض والبلاد والعباد ولكن لا ايران المصيبة الايرانيين لهم استفادوا داخليا تشوف ايران اليوم مثلا يعني قائدة في الاقتصاد ولا حتى الدول اللي دخلت فيها الاسف ما استفادت انت ذكرت نقطة جدا مهمة اول ما بدأت ذكرت ايران طبعا بس للتوضيح يعني هي بعد المشاكل اللي حصلت مع ايران والوطن العربي او الخليج صفة خاصة يعني فينا انا عيشت في بريطانيا سنوات كثيرة فقابل ايرانيين كثير يقول لك هذا النظام ما يمثلنا صح هذا النظام شيوعي نظام الايدولوجي فيه غلط الاشياء اللي سويها غلط ولا اصلا يعني ايران بلد جميلة فيها الخضار فيها الطبيعة يعني ممكن تكون بمثابة تركيا من ناحية السياحة وتستفيد اقتصاديا ايضا لكن للأسف ما استغل النظام الحالي هذه الثروات في ايران وكل اللي استفاد منه عقوبات على دولته وعلى شعبه استجلب العقوب بالضبط كمان ايضا نقطة عندي انا يعني بحكم عشت في بريطانيا وتغربت سنوات كثيرة فهذه السنوات ما كنت يعني اجي ازور السعودية او الدول العربية فنظرة الخارجية انو الوطن العربي تحس انو فيه كمية شعلان او خي نقول موية على نار تغلي اي لحظة ممكن تفور تولي فكيف تشوف المشاكل اللي صار الاقتصادية في لبنان العراق السوريا عندك الاردن اخر فترة فيه مشاكل كثيرة في المنطق كيف المنطقة تأتي بحل والسلاح موحد ومشترك انو نتعاون نتخلص من ابن العم الغريب وممكن نكون اخوة في الاخير احنا نتكلم نفس اللغة نعبد نفس الرب حتى لو اختلفنا في المداهب ولوديان لكن نتكلم نفس اللغة هذا السلاح قوي ونفس المكان منشوعين على فكرة الاخوان كلهم في الشام وحتى في شمال افريقيا على فكرة الناس من الجزيرة العربية وصولهم من العرب اصلا مرحالة ايه طبعا وهذا هو يعني احنا نقول فيه جذور ما بيننا وبينهم ما فيه اختلاف كبير الاختلاف المشكلة ان بعض المناخ السياسي يجيب هالاختلافات هذه دول هذه ذكرت جنة فيها مناخ جميل ارض طيبة ناسها كويسية متعلمين عندهم لغات من المنشأ يعني طفل هو صغير يتعلم لغات جيدة من ناحية يعني من ناحية الاساسية تمام لكن مشكلة فيه الامعكاس او ترجمة هذا الاجواء ما تجد تشوفها يعني مفروض يعني لما تكون فيه تعليم جيد اشياء كذا يكون فيه بلد متطور جدا جميل قوي مشكلة انه بعض السياسيين بعض السياسيين يخشون في موضوع المصالح يمكنهم دول ومصالح وجندات خارجية مثلا وتروح الفرص من البلد تتسرب كما ثقب الاوزون هذا هو فعلا ثقب سياسي مخترق على البلد يجيب الامواد الضارة للبلد وياخذ خيارات البلد للخارج هو استعمار موش بعيد عنه لكن لما تنظر مثلا العراق لبنان كلها يعني ما شاء الله دول كبيرة حتى زي ما تتكلمنا عن ايران طرعا فكرة ايران بلد كبير وقوي وموارد وكل شي بس زي ما قلنا تسرب اللي حصل انه لما صارت ثورة ايرانية وغيره على فكرة احنا ما فيش نختلف عليه يعني ما نقولوا انتم مجرمين انتم لا لا تعالوا الى كلمة سوا شوفش اللي يجمعنا نوعيا فيه اشياء كثيرة تجمعنا طبعا حلها تكره ولي العهد بشراكة ايش اللي لك ايش اللي لي ممكن نوصل للمنقطة حل لك ما تجي تقول لي والله انا مثلا استنى مثلا المهدي يخرج مثلا من السرداب والشي ما اعرف انا انا ما افهم هذا الشي انت افهمه بس انت هذا اللح علاقة بتطوير البلد بنية تحتية مثلا اوكي انت تقول لي تقول مقبول بينك وبين شعبك مقبول داخليا بس لانت تعارف النظرة خارجية تختلف تماما طاولة دولية غير الطاولة داخلية في بلدك لها معاييرها الاخرى ما رح يفهموا لكلام تقوله الخطاب الموجه لابد ان يكون فيه مختلف لابد ايضا تعرف مصالحك الخارجية والداخلية تبني عليها تلان كبلد جارة مثل ايران نتمنى احنا نتمنى انهم يعني يكونون خير ممثل للجيرة وترى فرص بيننا كبيرة جدا يعني مو بس حين نستفيد انت اكثر من اكثر مستفيد من العلاقات بين دول خليج وايران هي ايران الدليل وشه الدليل ان نفس في مجموعة شركات ايرانية اساس تشترد خليج سابقا وقديما وحتى في بريطانيا وغيره عرف يسون بزنس العقلية ايرانية جيدة جدا مثال احنا في بريطانيا كنا نشوف ايرانيين اساد الجامعات عجيبين عندهم مبدعين ايه زخم تقافي وهذا وهذا طبعا نتائج من ايام الشاه وايام الحقبة هذه حقبة كانت شوية منفتحة كثير البلد مفتوح في مصدر عائل كل شيء تعليميا اقتصادية كل شيء طبعا قبل ان انتهي الشاه ونهاية المأساوية انه هيأت امريكا الظروف او الدول كثيرة ان الشاه يسقط الفكرة يعني فكرة الثورة هي فكرة يعني تصديرها من باب اشغال الناس من الداخل واشعالهم ثم ركوب الموجة ثم طاحت العقوم هذه كانت الفكرة وخرجت يعني من العراق وفرنسا يعني خميني كان في العراق في العراق نعم وبعدين راح لفرنسا من فرنسا قاعد فترة بس على العداعة ممكن بودكاست او شيء ذاك الوقت لكن شوي قديم بث هالعلانات عقته وصارت ذاك الوقت من ذاك التاريخ اختلف وجه ايران كانت اكثر شبوبية اصبح فيه يعني انغلاق اكثر مواجهة لامور كثيرة كنا نتمنى ان نشوفها وموضوع تصدير الثورة اشغل الناس هذا موضوع دخل العراق تسرر على فكرة حزب الله مثلا في لبناء ما كان مولود وكانوا في ناس على وزن حزب الله في ذاك الوقت يعرضون حتى للحكم الايراني يعرضون توجهات ايران لاني منظرون البلد وتم اخفاءهم انا ما بسمي لكن تم اخفاءهم او تخلص منهم تخلصوا كثير من الوجوه هذي للأسف كانت هذه الوجوه مثل الصدر خلنا نقول كان تمتع بعلاقات جيدة مع الملوكة السعادية هم عندهم ايدولوجيا معينة فيه اختلاف لكن فيه اتفاق على مصلحتي ومصلحتك بس على ذكر حزب الله اتكلمت مع لبنانيين قبل كذا يقول لك لما صارت الحرب مع اسرائيل ما شفنا ولا دولة عربية ساعدت بس حزب الله اللي وقف والله شوف احداث 2006 احداث 2006 انا اقدر اقول لك هذا كان استجلاب استعداء يستجلبون العدو ان يضرب ضربات على فكرة كل الضربات اغلبها وصارت تراها كانت مشاريع سعودية كأنك ترا انت من خلفية المشهد طبعا المواجهة ما صارت بين اسرائيل وحزب الله بشكل كبير لان حزب الله بقى وسلاحه ما قضي عليه وكان موجود وموجود ولقريب يعني واضح انه ما ضرر ضرر تماكن كثيرة في وسط لبنان في ضحايا كثيرة راحوا لبنانيين نفسهم كانت المشاريع اللي ضربت ذاك الوقت بربط طيران اسرائيلي مشاريع بنها رفيق الحريري وهو رفيق الحريري بعد شخص لبناني تثق فيه شخص سياسي بنى دولته حب بلده الاموال بتجي الاموال حتى في السعولية تجي السعولية هي اموال استثمارات خارجية هذا هي المصلحة وهذه الشراكة لكني انا ابنيها كقاعدة لمهاجمة ناس صحيحة ما هو اقتصاد ابدا رفيق الحريري عنده كان بصمة مميزة انه كيف بنات السوليدير بنات المطار فتح البلد بشكل حلو كان يعني لبنان من يوم اللي يقول لك انا درست في لبنان انت يعني من جهابزة المتعلمين والكتاب والصحفيين يعني ثورة صحافة وجمعات وثقافة خارجي لبنان كانوا نخبة انفتاح في لبنان انفتاح علمي وفكري طبيعي فبعد رفيق الحريري اسألني ايش اللي صار والله اللي صار تم ازالة بصمات رفيق الحريري اللي لليوم محد سوى زيها وللأسف طبعا ما كان ممكن ما كان في خليفة فعلا نفس مواصفات رفيق الحريري لان اتوقع انه كان هو شخص نادر فعلا ان انا بدأ من الصفر وقصة حياته متهيرة وشخص يعرف قيمة المال وقيمة بلدي يعني فيه علاقة مهمة اي اوكي عندي فلوس ولكن ترى بلدي كل شي فيني حتى لو انا اليوم ما املك ولا ريال وانفق كل فلوسي انا اعرف اني في النهاية حط كل ريال في بلدي يبني بلدي صح استجلب استثمار بعدين علاقات ترافيق الحرير مع فرنسا خصوصا مع جاك شيراك الرئيس الفرنسي كانت مميز جدا وصار فيه مشاريع كثيرة بينهم ترى على فكرة يعني كانت لو استمرت الامور بدون سلاح تخريبي موجود انت تخيل انت عندك بلد تقودها فيها جيش وفيها حارة كذا فيها مجموعة كلهم معهم صواريخ ويبغون يسوون يعني على كيفهم والحارة هذا اصبح حارتين حيين وصبحت منطقة بعدين وتنامت طبعا هذه هدد الدولة وهدد كل ما هو يعني يعطيك اشارة الاستقرار في هذا البلد حتى بعد يقضع السياحة طبعا ما راح اروح انا في بلد سياحة ولاقي واحد يمر من جنب مع بازوكا مثلا اكيد انا اتمنى اتمنى يعني انه دائما نسمع لبنان راجع واتمنى يرجع واتمنى لبنان فعلا اليوم قبل بكرة يتخلص من هالكابوس تعرف الازمة الاقتصادية اثرت فعلا على لبنان حتى لدرجة انه فيه شركات يعني يوظفوا ناس من لبنان ويستغلوا الازمة الاقتصادية بشكل قذر يعني تخيه انا وظفك وتشتغل ستين ساعة في الأسبوع خمسين ساعة اعطيك مئة دولار في الأسبوع مئتين دولار في الأسبوع فصار فيه استغلال طبعا وفيه ناس متعلمة وناس دارسة ودراسات علية ايش اللي ناقص لبنان فوجهة نظرك حتى يقدر يعود يلم جراحه الاقتصادية السياسية هل هو توحد مذهبي او توحد ديني والله شوف انا اعتقد لي زملاء في لبنان كثير دائما نتحاور او نتناقش في هذا الموضوع الشارع فقدت ثقة قريبا في الناس يعني في الستاجة في بعض الحركات تذكرهم بأيام مثلا حرب الاهلية اللي بوصل بالنسبة لهم ايه واضحة وكان يقولون يعني مثلا في لبنان مثلا مئة مدير او حرامي هذا الحرام هو اللي يحكم مثلا يمكن طبيعي فالمئة مدير مرح يسوي شيء هذه المشكلة احنا اليوم لبنان يصدر مدراء يصدر ناس على مستوى عمليين بس المشكلة لما تجي تدخل لبنان في فترة طبعا كويسة في لنا ما نختلف عليها لما تجي الحينة والله يا اخي كل السياسي مجربين عشرين مرة واللي كان مثلا في السجن خرج الشي اسمه للعلن واصبح يجرب نفسه شفت محتوى لك حاطفين عن هذا الموضوع اللي كان في السجن خرج اي انا اي سمير جعجع كنت تكلمت عنه سمير جعجعي مو سهل بس برضه يعني السن له دور الوضع لازم شباب انا بغيشوف شباب اللبنان شباب اللبنان ترى عندهم طاقات جميلة اليوم احنا نفتقد كل السياسيين اللي في المشهد السياسي اللبناني كبار بالسن اوكي خبرة بس خليهم بعيد خليهم شوية يرتاحوا ماتعبوا مستشارين يصيروا مستشارين رغم حتى استشارة متخوف لكن اوكي خليكم في الباكستيج اعطينا الشباب مية في المية انا ما وانا مغمط اقول لبنان فيها كثير كمعات داخل وخارج البلد بس ما في فرصة وسرقة المشهد عن كثير من الناس او يعني القوة طرعا فكرة لما اجي انا اقول لك والله ان عندي شبه جيش جيش عسنا ما يقدر عليه ويقول لك والله انا ابغى النايب هذا ابغى رئيس الوزراء ترى هذه المشكلة الان في العراق صايرة مختار الرئيس الوزراء والسوداني والسويداني يسموه وجمع عرافظين وجمعة الصدر ونور المالكي وصار في بينهم فضايح بدت تطلع الامور على حقيقاته لكن ارجع اقول مين اللي يفصل بين هذا كله اذا حتى البرلمان نواصل لهذه المشكلة مين اللي يفصل او مين اللي يرجع للبنان مين اللي يرجع للعراق انا اقول لك الشراقة الحقيقية بين الدول اللي بينك وبينك مثلا ربط الكهربائي بين السعود والعراق مهم لازم يكون بيني وبين العراق واحد يخاف على هالشراكة تمام مش مصالحية شخصية له انه البلد فعلا تخرج من مشكلة انه تركيا من جهة ايران من جهة الامريكان من جهة فالوضع انت عنده اساس محصور منهم كلهم بقد جهة واحدة اللي مملكة عربية السعودية حاليا نتكلم انه مشكلة من منطقتنا فاللجوء الآن من المملكة عربية السعودية هم عرفوه سياسين انه بيفكهم مشاكل كثير اليرانين يعطوك الدولار باخوه ياخذو منك مرح يرحموك ونفس حكالة الامريكان ملوك يعني انه ياخذ الفايدة مصيبة والاتراك عندهم مطامة السعوديين عندهم مصالح انت او شي يعني اكفي نفسك حلو وابعد عن التوترات المحيطة فيك قوي جيشك ابعد عن المذهبية والاشياء هذي والايدولوجية تمام وتعال نستخدم مواردة على مواردك وشو ايش نسوي صارت اجتماعات مجال استنسيقية وخرجوا منها شي حلوة واحد من الامور اللي خرجوا منها ترى الربط الكهربائي جدا مهم لعراق كانت الكهربائي مربوطة في ايران وتقطع ويعيش العراق للأسف في ظلام دامس وهذا حاصل مع دول مجاورة كثيرة المملكة الان ربطت ويا سلام وهذا الشغل اللي يسميه مصالح متبادلة بشكل متميز يعني خلني اقول لك الاجابة علي السؤال في النهاية ايش الحل شراكة دول خليج مهمة لك شراكة مصرية مع دول خليج مصر ما شاء الله مستقرة رغم من عليها ديون وعليها مشاكل كثيرة صار عندها رؤية كمان صار عندها رؤية صار تبني عاصمة الإدارة الجديدة متى موجهة شخص بمواصفات رئيس عبدالفتحسيس مثلا ترى الجيش المصري كان سبونسر فتران يشتغل ويصرف ويشارك الان يتوجه انه اصبح الجيش المصري جيش مصري الامور الاخرى يصبح تطرح الشركات هذه الى البورسة مثلا يعني تكبير سوق الاسهم المصري تكبير سوق الاسهم ودخول مهم للعملات الاجنبية رئيس سيسي يشتغل بسرعة ويحاول سابق الزمن الموضوع ليس سهل لكن عنده مصلحة وطنية جامعة شاملة مع دول الخليج هذا امر جدا بلغ لكن اللي يبعد عن محيطه مشكلة مثل مين لو تلاحظ في امريكا الجنوبية في محيط فارغ الولايات المتحدة الامريكية وامريكا الجنوبية لماذا؟ الايدولوجيا مختلفة لكن بين امريكا وكندا في اتحاط وبريطانيا نفس الحكاية ليش لان في اشياء مشتركة رغم انهم بعيدين بريطانيا ترى يعني محيط لكن التاريخ لازم تنظر تاريخنا في العراق نفس الحكاية تاريخ البريطانيا ترى ينظرون الامريكان انهم هما والفرنسيين قبل كانوا في امريكا وهم الاقرب لنا يعني وبالذات بريطانيا يعني هما الشراكة الامثل والاقوى يعني نفس الحكاية في الدول الخليجية صح او حاب اسألك لا كلام جدا جميل فانت في وجهة نظرك انه الشراكة مع الدول الشقيقة والعربية هي اللي ممكن تعطي الامل والبريق للمستقدر المزدهر لهذه الدول العربية هل حاب اسألك سؤالين السؤال الاول هل تتوقع انه في ناس استغلت التفرق الديني والمذهبي لخلق هذه الصراعات بين الدول بلا شك يعني انا اتذكر زمان 2009 و 2008 وحتى عندي صديق لي شيعي فاتناقشنا بهذا الكلام اتذكر 2009 و 2008 ايام MSN قبل ما يكون في ايفونات وشغلة زمان كنا نرسل نكت وضحك لبعض ايميل فكانت تجيني مرات ايميلات غريبة انه شخص شيعي ممكن يسويه لك كده ممكن يحط هذا الشي في كأسك ممكن يعمل اشياء مقززة وتناقش فيه مع زميل يقول لي تصدق نفس الشي الافكار في عندنا ناس يقولوا انه ممكن سنة يعملوا لك هذا الشي فمين خلق هذا الافكار بين الاجيال الصغيرة اللي حتى ولدت وصار الناتج الان اللي نشوفه حين في الدول فيه مثلا حرب علامية حرب استخباراتية فيه دول بس تبث اشعاعات حقيقة يعني مثل؟ انه انتبه مع الشيعي مثلا يحط لك شي في الكاسف لاني لا تاكل مع الشيعي مثلا دول ذي متخصة بس تنشر هالاشعاع ذي عشان ايه؟ عشان تدخل فيما بين هالدولتين دول مثل مين؟ الله كثيرا انا ما اقدر اسمك من خلال ذكر اسمان شوف احنا يعني اه ما نقدر نقول يعني هذا مين يهموا خلق المصد خلق هذه المشاكل والفتن بين هالدول انا عارب انا عارب خليها كذا نقول مثلا اسوائيل لا لا خلنا نكلم عن شي عامي تمام؟ ليش عامي؟ لان انت لما جاي تقول مثلا انتي حارب الدولة فلانية بعض الناس ما زي السابر سيكريتي مثلا انا مو شرطة حاربك حرب بالجيش مثلا فيه سابر سيكريتي فيه حرب نفسية واحدة من الحرب والتي تخلق فتن بين الطرفين مثل اللي كان يحصل مثلا في مناطق معينة في العراق انا كان يرويلي صديق بها انتي اسمك عمر تعال وقفك انا عذبون عشان اسمي عمر بس تخيل فاللي جاب الفكرة هم صغار الاباء وهذا كانوا في فترة من فترات او هذا خلني اعطيك جدا ثم نسمي خلني نذكر مثال ايام هتلر ايام هتلر كان فيه جهة عندهم استخبارات طبعا فيه جهة كيميائية اللي صنعت حبوبه وفيه جهات بث بس الرعب انه شاعات ايه شاعات كمان كان فيه مشكلة بين دول اوروبا بين منطقة ومنطقة فيه شحنة بينهم فيجون الناس هما داخلهم الماني نازين بس انهم جلسين مثلا مع الفرنسيين وهم فرنسيين بس داخله نازل فيبدأ يقول والله الفرنسيين يقولون على البريطانيين كذا والبريطانيين تحمسون نفس الحكاية فهذه موجودة على فكرة في بريطانيا مشكلة الفرنسية البريطانية منذ القدم انها موجودة بس تشعب فترة من شكل من فترة الاخرى عن طريق هذه هذه تأتي غالبا قبل الحروب قبل المشاكل عشان الناس جاهزة تغلي تنفجر مثل لما فترة التواصل الاجتماعي في 2010 الناس خلت الشكوى دبل والله الموضوع رغيف الخبز غالي العطالة ممكن ما تكون زي ما هم شرحوا بس ما تفكيرك اليومي عن وضعك ما تشتغل اغلبهم اغلبهم ما كانوا يشتغلون فعليا هم بس جلسين على انترنت يكتبون طبعا ما يضدهم بس فيه فئة كده كانت وطلعوا وتكلموا حتى انه والله احنا ليتنا ما سوينا هذا اللي خلق الربيع العربي ايوه ليتنا ما قمناه ليت ما كان لنا دور في الربيع العربي الربيع العربي في بدايات الناس كلها مدحته قالوا كويس وممتاز وكده لكن كمية الخسائر اللي صارت رجعت هذه الدولة عشر سنة وراء مو سهل ان تهدم دولة كاملة انا مو عشان رئيس حسن بارك رحمة الله عليه او غيره اتكلم في المجمل وبالعام لما تجي عند الدولة وتتكلم في الفيسبوك او في تويتر شكاية 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 كان لي صديق يشرح لي عنها في الامن السبران يقول لي انه في كثير جهات من الخارج من دول اجنبية تكتب سوي مثلا هاشتاقات مثلا مثلا وتكتب اسمام استعارة في ذاك الوقت الاسمام استعارة كانت كثيرة يعني بشكل كبير ولاحظ معيها الملاحظة طبعا الاسمام استعارة فنانين في الكتابة وهو مثلا يكتب في السعودية هو مو سعودي ويكتب في مصر هو مو مصري فالشاهد من الكلام بعد ما اخذت زخمها وصار ربيل عرق وانتهينا وخلاص ومع السلامة الصار تويتر يحارب الحسابات الوهمية انها خطر حصلت في امريكا الحين لما صارت انتخابات في امريكا شفنا الحسابات وقالوا فيك نيوز ما كانت في الربية العربي كلها نصفها فيك نيوز ما حصل في مواجهة تركته وخلوا الجاهل يواجه معلوماته وما يقدر تحاكم مصدرها ولا في جهة فاضية اساسا انها تقول والله انت المصدر افلاني لان الوضع كمشغول في الغليان اللي قاعد يصير اجهزة الدولة اشغلت في وقت مفروض ما تكون مشغولة فيه بها الطريقة انت خلقت الجو واشغلت الدولة يعني اللي نفهم من كلامك انه خلق الإشاعات ايضا سلاح سياسي كم الجيش كم السلاح الفعلي والحل توعية التوعية فعلا اليوم التوعية امر مر مهم زي ما خلني اقول لك انا مثلا انت عشان ماجيك المرضى السكري الله بعد عن ناوانكم سوي واحد اثنين ثلاثة خلق رياضي خلق كذا خلق وعي قبل السر المشكلة يكون عندنا ايش يعني على اقل توعية بسيطة والله يجب انتبهوا من الاخبار طبعا الدولة تابت نشر نشر ونشوف الحين مثلا زي سرقات البنوك عن طريق الرسائل اللي هو الرابط تدخل ويسرقوك البنك المركزي يعلن البنوك وتحاول ويدفعون فلوس في هالمجال لكن لسه في مشكلة عند الناس ما ادري لان هم يلعبون على ايضا كمان المشاعر المشاعر امر خطير لازم تفهم ان المشاعر هي تقود الناس لقرارات خاطئة جدا بالضبط انا اشكرك على النقطة هذه اللي ذكرتها المشاعر لان لو تجي تطالع في السوشيال ميديا في ناس ممكن عندهم ملايين المتابعين بس تحب تلعب على الوتر الحساس اللي هو وتر مشاعر واحنا كطبيعتنا كشعب عربي شعب حساس عند المشاعر تغلبنا تتحكم فينا كبشر بصفة عامة في تجي ناس تحصل ممكن عندهم ملايين المتابعين عندهم حسابات موثقة وحسابات اخرى كما ذكرت وهمية ايجي يتكلم كلام ما هو في محله ويحطها اشتاقات غلط ويضل للناس وتلاقي الناس مسور تويت وتغريدات وشير وكذا انت خلقت يعني سحابة كبيرة انتشرت ممكن لأكثر من بلد وشاف اكثر من مليون شخص بالنسبة معلومات غلط وانا دائما اقول سواء في اي مجال في حياتك تتخذوا احنا دائما نتخذ القارات الغلط والحكم على الاشياء الغلط بناء على المعلومات الخاطئة اللي جينا لكن لو عندنا المعلومات الصح والدقيقة عندنا فرصة اكبر حتى انو نحن نتخذ القارات الناشحة كل شيء في حياتنا بلا شك اشاركك نفس اتفق معك في الكلام ما قلته هذي سحابة الفيك انفرميشن ولا فيك نيوز ولا غيره سحابة مرعة الدول قبل فترة شفت واحد في تويتر حاط غلاء قاطع التجار عشان غلاء المعيشة طب هو التاجر مو بيد في الاخير في الانيفيشن بس يعني زي ما تقول موضوع سطحي طبعا ما فيه امور كثيرة شوف هذه المواضيع مثلا حلوة ديش لانك انت اول ما يعني انسان زي ما قلنا مشاعر كده هو روح يشتري مثلا اللبن او الحليب واشترى بعشرة قبل مثلا شهر وصار بحداش بعد شهر الشهر الثاني اول ما يعرف التاجر هو ما يعرف السلسلة وسلال الامداد ما انتك تشرح له ما يعرف هو ما يعرف التاجر بس انا اتكلم على مثلا صحفي او اسهله يعني في جريدة معروفة يعني هو الشخص العادي اللي في الشارع اللي يروح دوام عادي ووظيفة عادية ما عنده هذا الخبر هو بلوم التاجر طبيعي صح بعدين لما يشوف شخص مشهور في السوشال ميديا يقود هذا الحملة ويقول له القاطع هو الشخص هذا بيتفاعل ويبغى تفاعل يبغى تفاعل فتحصي الناس يعني تصنع محتوى بس عشان اصنع محتوى هذه مشكلتنا لان المحتوى الان مثلا ما تشوف بعض هين نحط لك صورة اب يقتل بنته اب قتل نمر مهم ليه عشان الناس تشوف تجي تتابع وفي النهاية الموضوع ما لا علاقة حتى وصلنا مرحلة هذي اسوأ بعد يعني تضليل على قال اوكي ادني معلومات خاطئة في نفس الموضوع هذا موضوع ثاني وحط في شي عشان يجذبك يدخلك بعدين نزيد متابعة هواس المتابعة المشكلة عندنا في هواس متابعة جنوني لكل شيء واتفه شيء هو يعني اذكر في مقطع لشخص ما لاي فاعدة ولا شيء شخص يعني يصب موايا هو جالس كده وموايا تنزل بس لقيت عنده متابعين فوق المتين ألف ليش عشان الناس بتتابعه وبس يرش الموايا طبعا على فكرة حب اضيف نقطة يعني هذي تعلمتها مؤخرة لاني اروج لخدماتي عن طريق السوشال ميديا فلازم اتعلم على السوشال ميديا أكثر واكثر صح فلاحط يعني انت ما تلوم الناس تلوم السوشال ميديا لانه هذي المواقع الخرزمات عندها والالغريثمز كل فترة وفترة تطورها فالان احنا يعني هي المواقع السوشال ميديا اختصبت عقوننا في طريقه وبرمجت عقوننا اني مثلا انا تابع فيديو اول ثلاث ثواني ما عجبني الفيديو رح اسوي سكيب اللي بعده فالناس صار ما عندها الصبر فصارت السوشال ميديا انت عشان تنجح في السوشال ميديا اعطيني محتوى يلفت الانتباه لفت الانتباه هو اللي يعطي اللايكات بس هالي صارت مفهومة ايو صح معاك انا بس بدأين مع اول مرة ثاني مرة فهمت ان الشخص هذا ترى على فكرة ما عنده شيء يعني فرض اني خاص حين تعلم اوكي ممكن نضحك علي اول صورة معينة جذبتني بس صدقني الاولى ممكن تجذبني الثانية لكن يعني ان جذبتني المرة الاولى فذلك عارن ايش عليك صح وان جذبتني الثانية فعارن عليك الثالثة عارن علي انا شيء من يوش نفسنا نسقط على هذا فانت يعني انخدعتني فاخر مرة او اذا كررت للعمل ذا والله هذا كل ما بقى انا نتحمل وانا اتوقع كمان في السوشال ميديا مثلا ما نتابع الشخص لفترة يبان على حقيقته ما يقدر يدعي انه شخص اخر طبعا طبعا يعني ما نصيره يبان على حقيقته اوان برجع لسؤالي الثاني طبعا تعمقنا طبعا مشكلتنا تعمق لا والحوار معك جدا جميل وممتع السؤالي اللي حاب اسألك هي بخصوص نغلق ملف السياسة ونتخل الملف الاقتصاد بس حاب اسألك بسؤال اخير اللي هو طبعا هل ممكن يعني ممكن تسميني انا شخص يعني ايش اقولك احلم او اني شخص طموحي عالي بس هل ممكن في يوم من الايام احنا كدول عربية اثنين وعشرين دولة عربية تتحدث نفس اللغة نفس المبادئ نفس القيم نفس الرب هل ممكن يكون عندنا اتحاد زي الاتحاد اوروبي انا ما اتكلم انه يكون عندنا جواز واحد او شي بس يكون عندنا عملة واحدة فقط يعني زي اوروبا الان اتحاد اوروبي عندهم نفس العملة البريطاني يقدر يذهب الى اسبانيا من غير اي مشاكل في السفر الاسباني يقدر يعيش في بريطانيا في هذا التعاون المشترك هل ممكن هذا الشي يصير بين الاثنين وعشرين الدولة العربية والله اشوف او اني احلم هو زي جميع انك تحلم وتظل على هالحل بس انا اقولك ما فيه تكتل كذا يعني يمضي طبيعة الدول طبيعة مصالح زي ما قلنا ذكرنا في دول تسقط من حسبة تنهار تماما يعني فاذا انهارت هذه زي مثلا يعني الدول العثمانية انهارت تنهار بسبب مقاطعات معينة او مثلا انفصال محمد علي باشا عن مصر وهدد الباب العالي سبب مشكلة في الصورة الذهنية عن الدول العثمانية ضعيفة تمام هذا استنتج منه نحين الكلام انه اتحاد دول عربية هي كان متعدة ترى فكرها بنساب بس ما كان متعدة بشكل اللي احنا الان نتكلم فيه بشكل عملة واحدة وكذا بالنظام الحالي مو النظام القديم نظام حالي يواجه صعوبات الدول تختلف كل دولة كل دولة خلاص عندها نظامها الحاكم عندها سياساتها الخاصة كم فدرالية تقس نعم سي اوروبا بس انه عندي عملة واحدة اقتصاد قوي اقتصاد قوي حتى اوروبا الان مواجهة يعني تواجه تواجه صعوبات طبعا اكيد في عندنا شي اسم بريكست في بريطانيا في البلوكست في بولندا بكرا بعدنا فرنشست في فرنسا يعني هذا دايدا شوف دايدا الدول انا في امريكا في مقاطعة امريكا بطالب الانفصال انا والله عندي ميزانية جيني كشي اسمه ولاية امريكية غنية اصرف على ولاية ما منها فائدة اللي اسمنها بس في امريكا لذلك انا والله باستقل عشان اقدر اوفر الحياة الكريمة اللي سكانه لا وهذه دولة واحدة تتكلم صحكم فدرالية لكن الفقر اللي شوف انت تجي في الزمن هذا مع التحديات الكبيرة والله الناس ترى ترى تقولك نفسي نفسي في فترة دي انت حالم وانا حالم او من الحالمين ان يكون هذا وضعنا بس هذا صعب السيطرة عليه حكم الدول متغير بعدين خصوص نظام الجمهوري ترى انظمة الجمهورية انظمة صعبة متغيرة ما اضمن يعني ممكن يجي اليوم واحد كويس بكرا واحد شوفنا في امريكا كثير شوفنا في امريكا كيف قاعد يصير من المؤسس ابناء مؤسسة الان في عندنا من خارج ابناء مؤسسة السياسية ولا الاقتصادية الحين صاروا يعني لهم زخم سيئلهم ماس كلان داخل بالزخم شاهدنا الكلام انه ما في شي دايم انك تقول والله اتحاد طويب الدول الخليجية تكتل هل ممكن يكون اقلة بين دول الخليجية؟ احنا نقول دول الخليجية ممكن اقرب بانه في استقرار سياسي اكثر ايه واتحاد تراه يعني خلنا نقول اتحاد في العملة مثلا هذا سهل يعني مثل ما حصل في اوروبا لكن دول كثيرة مثل دول عربية يعني ممكن هم يواجهون صعوبة في كرة القدم ما ادري عادي اذا كان اكيد بس الفكرة عندي انا كانسان اقتصادي انه لو كان في عملة واحدة لهذه الدول كلها هذه عملة ممكن تنافس الدولار طيب احنا في كان ممكن تنافس اليورو اوكي بس انت كم يعني خلنا نقول ايش خلنا نجيب لك المصطلح الجميل كأدوات كبيئة مو مرة يعني انها تهيئك انك صراحة يعني مثل في بنوك او بنوك مركزية معاومة عملتها في بنوك قوي عندنا فما يعني موضوع الدمج هذا حيكلفني انا ريكزت انفصال بريطاني من الاتحاد الاوروبي كانوا انه البريطانيين في ضجة انه كيف الاوروبيين يجوا بلدنا يستفيدوا من الوظائف اللي عندنا يستفيدوا من الفرص اللي عندنا وانا في نفسي كبريطاني مستحيل اروح اني اعمل في اسبان انها دولة مع دوم اقتصاديين فانا ممكن افهم وجهة نظرك في هذا الموضوع هذا اللي انا فعلا اقول لك وحتى السياسين بريطانيين ترى فكرة هم بعضهم صوت الخروج بريطاني هو يبقى يعني فكرة انه يبقى او مع البقاء بريطاني داخل تحاد الاوروبيين لكن صوت هذه الانتخابات وهذه مشكلة السياسة بعض الحال تفرض عليك مثلا فرنسا والمانيا هون تفاجئوا بهذا الشيء والله بريطانيا متابع انتخابات تشريع فصعب بس مع انه يعني كمان نذكر نقطة مهمة مستحيل مثلا انت عيش بريطاني مستحيل تحصل البريطاني يشتغل في كوفي شوب تحصلهم اكثر من روبيين فحتى هذا موضوع بريكزت ضرهم من ناحية العمالة بريطانيا ضررت بشكل كبير حتى تفصل الامداد مشكلة الشاحنات اللي عالقة على الحدود البريطانية نقص في الامدادات نقص في السواقين نقص في يعني ميادين كثيرة في بريطانيا ما يقدر بريطانيا غطيها بالضبط بالضبط انا احبب الان نتقص اكثر على الموضوع الاقتصادي انه موضوع جدا مهم ما عندنا وقت الكثير لكن مرة مستمتع معاك واتمنى كل المشاهدين مستمتعين فهذا الحلقة الاستثنائية صراحة لانا وعدت الناس دائما ان اي شخص راح يجيب ويقعد في هذا المقعد يكون شخص ذو كفاءة شخص متعلم وانت خير المثال صراحة فانا متشرف فيك انا اكثر متشرف واتمنى اني ماكن تقيل عليكم بالعكس بالعكس انا على فكر استفدت كثير او مرة اشوف الميكروفونات فكانت خبرة جميلة لا انا استفدت كثير واتعلمت كثير فاحب اسألك كده سؤال مع غلاء المعيشة الحاصل كل مكان في العالم غلاء البنزين طبعا السعودية ثابتها عن نفس السعر ما غلت هذا الفضل يعود الحكومة الكريمة طبعا في دول ثانية غصبا انها بيتغلي الاسعار التضخم عالي التضخم مصل اعلى مستويات في اربع قود بمعنى الاموال اللي نخليها في البنك تخسر قيمتها المالية معاشاتنا او رواتبنا معها تقدر توفي الحاجات الاستهلكية اليومية فالحل بوجهة نظري انا طبعا كاقتصادي هو الاستثمار بس الاستثمار الصحي والاستثمار ذو الفكرة على المدى الطويل اعطينا رأيك بخصوص هذا الموضوع بالنسبة طبعا العالم او بشكل عام يواجه غلاب في البنزين المواطن الان عنده مشكلة انه فلوس جس تتاكل بسبب التضخم بالتالي الافضل انك ما تكون لك فلوس البنك كثيرة تحاول عشان تنفث من خلال هذا التضخم تكون عندك استثمار طويل المدى وفي ناس انتجهت للذهب وكان فيه التناغم غريب مع الذهب والبترول انهم نزلوا سوا وطلعوا في بعض المرات سابقة هذه طلعوا سوا ونزلوا سوا العادة هي علاقة عكسية لكن في وقت انها صار علاقة متناغمة فبالتالي الناس عندها نقص كبير ايضا فيه مشكلة انك الفلوس هذي اذا حطيته اليوم بعض الحين العملة تنزل ومدخراتك تنزل طبعا تأكد فمو عارف مثلا وين يروح استثمرها عندها ونقص المعلومات هذي مش المكان الكويس اللي استثمر فيه فلوسي اللي انا اضمن اني اخر حق الارباح فلوسي ما تنقص بل تزيل على اقل تحافظ على قيمتها الاستثمار الصحي بعدين فيه حاجات كثيرة الناس تتجاهلها الناس دائما تفتكر او على باله ان الاستثمار يتجه في جهة واحدة بس اشتري 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 لو انت عندك تحليلاتك الفنية والمؤشرات انه الذهب راح ينزل انت بدل ما تفتح صفقة شراء ممكن تفتح صفقة بيع وتستفيد بالشي الثاني فيه استثمارات اللي هي يسموها انا ممكن ادخل صفقة ذهب اشتريه بسعر مثلا اليوم سبعة عشر واربعين ومما شابه ممكن ابيع لما نوصل سبعة عشر وخمسة واربعين وممكن اشتري ففيه طرق كثيرة بس العالم زي ما قلت تجهل هذه المعلومات وشي اللي حب المسوا في هذه الحلقة انه اكثر المعلومات اللي كانت بتجينا من ابهاتنا واجدادنا معلومات من تهية التاريخ والصلاحية لان اجدادنا دائما يقولون خلي قرشك الابيض ليومك الاسود بس الايام كل مالها بتغبر والقرشة الابيض معه ابيض فانت بتقول لي مثلا اضعها في البنك البنك اكثر مستفيد من اضع اموالي معهم باستثمر في اموالي تقول لي اشتري او خد قرض من البنك على اساس ان انا اشتري منزل البنك يحب هذه الحاجة البنك يحب حاجتين لما تضع اموالك معهم يستثمرون فيها النقطة الثانية البنك كيف يحصل اصلا على كيف يدخل البنك امواله سواء فتح حسابات بنكية والناس حطت حساباتهم اموالهم في البنك النقطة الثانية المنتج الثاني والاهم عند البنك الاقصاد يأخذ عليك نسب وفوائد فهذه هي فائدة البنك ف... ما هذا بالفعل تقليدي يعني ان الواحد يستثمر في الذهب كان تقليدي لكن الان لا ليس تقليدي حاليا متغير الذهب صح ذهب موجود والناس تحب تشتريهم معدن نفيس هو الاصل لكن فيه امور ثانية تتحرك معه مش الحالة يعني الذهب احنا شفنا فيه امور كثيرة تطورت خصوصا بتكوين واشياء هذه العملات الرقمية طبعا لا اقول يعني فيها انها جيدة ولا لكن الخبر يعرفون الناس لجأت عموما في بدائل جسة الجلالها يوم بعد يوم هذا اللي قاعد يصير الحين فهنا فكرة نعيد فكرتنا في موضوع اليوم الابيض والاسود والعملة والذهب ونشوف شي قاعد يصير في السوق بالضبط لان المعلومات اللي كانت بتجينا من اببهاتنا معلومات قديمة ممكن نفعت معاهم انت سيتكلم الشخص اللي كان يعطينا هذه النصائح هو على ايامه كان ياخده ممكن عشر الاف خمسة عشر الف ريال شهريا كمعاش وعلى ايامه البيوت كانت تسو مية الف ثمانين الف انت بتقولي الان سوي نفس الشي وانا الان معاشي كما هو والاسعار بتغلق وتبغاني اشتري بيت الاضعاف طلعت بعشرة مرات فوق البيوت الان ما يبثمين مية الف زي ايام زمان كل شي غلي عملية العقار هي تصاعدية لا تتراجع شوفنا في بريطانيا خصوصا في بريطانيا دول كبيرة اللي اساسا ايضا حاضنة لأعمال تجارية لا يعني موضوع مختلف تماما هي يعني تتجه دائما للعلو وتكبر من اموات حتى القيمة حقتها تسقي تكبر بعد سنة بعد سنة وعشان كذا طلعا مثلا صناديق الريت وغيرها الريت اللي الان يعونون عليها كثيرا لان فيها ارباح بس هذي اشياء طويلة المدى والنسان يعرف لازم يعرف حاشتين يا استثمار طويل المدى يا انه يكون مضارب يومي طبعا المضارب اليومي هذا امر اخر يحتاج له جلد يحتاج له الصبر يحتاج له الخسارة مو سهلة يحتاج له عقلية خسارة مو مشكلة ليس مشكلة الخسارة تعطيك كل حل بعدين تعطيك الخبرة تعطيك ليش انا خسرت بس تدرسها صحيح مو ادخل واستشير ولا خابة من استشار وحتخرج من الخسارة بكاسب احنا كنا نقول دائما يعني 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 الامور تصير سيئة مو شرط كلها سيئة لكن لها حكمة ان الله سبحانه وتعالى حادثت معك وخرجت فيها زي التفواحة اللي قاني قلوان طاحت على نيوتن بعدين صارت الجاذبية فما كانت ذلك مشكلة غير انه استثمروها عباس فرناس او اللي يجرب الطيران وسقط قدم خدمه نعم هو خسر حياته لكنها في هذه البشرية وكثير من براءة الاختراع فالمشكلة تعطيك حل اللي ما يكتوك او طريقة اللي الحل بالضبط ونحتاج نخطئ حتى نتعلم ونعود أقوى لكن تكرار الخطأ هنا الخطأ الصحيح طبعا طبعا فحاب أسألك ودعما انت دخلت في العام في التحفيزي كيف يعني أنا شفت ما شاء الله محتواك في السوشال ميديو شي جدا ممتع وتعبان على محتواك المعلومات التصميم كيف يعني تحفز نفسك كل يوم حتى أنا استفيد منك انك انت تواصل بهذه الاستمرارية والانضباط انك تنشر محتوى هادف وهل عمرك السؤال الثاني فكرت انك انت خلاص أنا تعبت ما أقدر كمي بكل صلاحة والله شوف أول شيء الاستمرارية في العمل طبعا ما رح يكون مرة مبدع لكن تكون عندك هدف عشان توصل للإبداع اللي انت بغى كل يوم على الصحر الصباح لازم تحاوط نفسك بهدف كش سويت اليوم في الموضوع الفلان أو أنا في السناب أو في بشكل عام في المحتوى واش نزلت اليوم أبي خبر مميز أبي أعتعب شوية عشان ما نزل الشيء قل لا الشخص هذا يشتغل وأشوف الشيء الثاني يعني أنا كنت ما عارف التصميم واتحلمت أنا ما بجيب خبار بس بجيب معلومات بس حط القالب يكون جميل في العين لما الواحد شوفه مريح علواني جميلة وأقدم لك مادة بسيطة هذه كلها عناصر بس كيف بدأت طبعا هي بدأت من ولا شيء أخطاء كثيرة صارت بعدين وصلت مرحلة أنه لا تقود زي الماسترو يعني تقود الجرافيكس وتقود الكلام والكتاب وصياغة الخبر الخبر وهذه الأشياء لما تطلع بالشكل النهائي للمتابع هذا من جانب أما أني أوقف فيه يعني بعض الأحيان يكون ملل بس ما يقول يعني ما أقول أني أوقف أخذ عضلة شوية أو إجازة عن الضغوط يعني الضغوط ايه أو نشوف يصلك ضغوط يومية مثلا نزل شيء متاعي مثلا قمة أمريكا وقمة خليجية كنت أنا بس على الشاشة يعني حاول أني أقرب الناس للحد أنا توقع أنت آخر السنتين ايه كانت أحداث كثيرة من بداية كورونا ايه بالضبع وكورونا بالذات كانت تحدي بالتالي جيك كذا أسبوع تعال يعني تهنك شوي يعني تقول لا في مشكلة عندي بدأت تتعب فلس تخبرك ما فيها شيء اكرم نفسك اكرم نفسك تجدها دائما في جانبك في أصعب الأوقات هذه هي نفسك اللي تدعمك هذه هي نفسك اللي دائما هتفخر فيها إن شاء الله هي اليوم اللي لبسنا فيه مثلا تخرجنا كانت نفسنا تبكي قبل بعدين هي وقفت معنا وطلعتنا بصورة حلوة فأو الشكر لله سبحانه وتعالى وثم أن ثقتك بنفسك يعني موجودة نفسك على فكرة نحن كلنا في راحة التعلم ما في شيء بدون تعلم من أبصر من أصار شيء الأكبر شيء هم شيء أنت لو تتعلمه هل أنت جلس تنفذ صح؟ هل جلس تمثل صح؟ هل أنت عندك هدف مرتبط بهذا الشيء؟ الله يوفقك إن شاء الله وأنا صراحة جدا سعيد أنا أسحب فيه طبعا عادات وتقاليد نسوي في هذا البودكاست أي إن كل وضعيف يجي يكتب سؤال يعني أنا ما أفتح السؤال الصراحة أو الكتاب لما يجي الشخص فراح أسألك السؤال اللي كتب الضف السابق وممكن تجاوبني عليه السلام عليكم وين تشوف نفسك بعد خمسة سنوات مليون أشوف نفسي إن شاء الله بإذن الله أمثل مملك العربية السعودية أنا خير تمثيل في المكان اللي أطمحت إن شاء الله بشكل عام في السياسة وإن شاء الله أكون في مكان يعني اللي أتمنى إن شاء الله يكون خارج المملكة تمثيل المملكة العربية السعودية سياسيا ودبلوماسيا إن شاء الله الله يوفقك وأنت خير من يمثل المملكة والشباب العربي بصفة عامة فالله يسعدك هنا تشرفت تشرفت فيك كثير وأسعد في هذا اللقاء وإن شاء الله لازم نسوي بارتو إن شاء الله أشكرك جميل أنا أشكرك طال عمرك وشكرا شكرا على الفرصة الجميلة الله أعطيك العافية أنا لي الفرصة أنا لي الفرصة شكرا لك الله يسلم كل توفيق لهذا البرنامج الطيب والدعم كل لكم إن شاء الله من أفضل البرامج بإذن الله شكرا لك شكرا لك أعطيك الفعال شكرا